احلى واطعم خبز ممكن تجربيه بعجينة اقتصادية جدا جدا هنعمله من غير حليب ومن غير زبدة وطعمه هيكون مميز اوي هتجربيه ومتأكد انك هتعتمديه في كل وصفاتك ما شاء الله الخبز معانا زي ما انتم شايفين كده عامل زي القطن كان يمسكة اسفنجة بالزبط وطعمه كمان حلو جدا جدا عايز اقول لك كل اللي بيجربوا بدوق عندي بيتهيقلوا ان انا عاملا بالزبدة وبالحليب بالرغم ان هو خبز اقتصادي جدا طعمه حلوة اوي اوي والنهاردة هنعمله بتشكيل مميز جدا ياريت قبل ندخل على الفيديو بتاعنا نحط له كده لايك ونشوف كده طريقتنا ووصفتنا نعملها بعض بعض ازاي اول حاجة مع النابولة بالشكل ده هنحط فيها النهاردة هنعجوني يا جماعة بالمية كوبايتين من المية الدفية المية يا جماعة بيكون دفية طبعا عشان الجو شيته وعشان الخميرة تتفعل معك بسرعة معلقتين كبار من السكر معلقتين كبار من الخميرة الفورية والمعلقة كون ممسوحة ما انقطرش في الخميرة عشان ما اتمررش معانا العجين بالطين السر يا جماعة في البيت البيت بيدي للعجينة طراوة وطعم عايز اقول لكم حلو جدا جدا فهم تتخيلوا زي ما انتو شايفين كده المقادر بسيطة جدا بس زي ما شفتوا العجينة في الاول ممتازة ونتجتها مضمونة مليون الميت دي عجينتي وتقدر تستخدميها في كل حاجة ممكن تعملي بيها البتزا ممكن تعملي بيها معجنات زي ما انتو شايفين كده هنعمل منها خبز البورجر خبز السندوشات تحفة كده خلاص دوبت كويس جدا هبدأ انزل معي بالدقيق الديق معي هنا يا جماعة سبع كبيات من الديق انزلي طبعا بالتدريج وابدأ اعجيني ما تنزليش بالكمية كلها ومعي كده رشة من المرح حوالي ربع معلقة وهبدأ اعجن خلي كده جزء من الديق ليه بقى يا جماعة عشان نسيطر على العجين معانا عشان ما يطلحش معانا يقبس اوي ولا طريق اوي بالشكل ده انا بضيف بالتدريج وبعجن المهم تتكون معي عجينة تكون نعمة وتكون برضو فيها تلزيئة ما تكونش يقبس اوي لان الجو شيته معي انا هنا بعجن اهو فاضل اخر اضافة معايا اللي هي الزيت هحط معايا ست معالق كبار من الزيت الزيت هنا ممكن نضيفه في اول العجينة في المياه في المواد السيلة وممكن نضيفه في الاخر زي ما نهضيف دلوقت عادي دول كده معايا ست معالق من الزيت وابدأ اعجن برضو معايا لحد ما تتكون معايا العجينة وتتلمي معايا كويس قوي الزيت هنا نحط زيت الاكل العادي يا جماعة منكم تضيف زيت زيتون لو انت حابة ما فيش مشكلة فالمرحلة دي بقى عجينة كويس قوي لحد ما تخدم العجينة معاك صحة وتطلع معاك نعمة جدا ما شاء الله العجينة معايا خدمتها كويس قوي وبقى شكلها بالشكل انتوا شايفينه ده كده هي تمام معايا ما شاء الله ده كده القوام المزبوط للعجينة زي ما انتوا شايفين كده العجينة نعمة جدا وطيعة معايا زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله حلو اوي كده خلاص هي تمام معايا كل اعملوا دلوقتي ان انا كده هرش عليها رشة من الزيت تمام وهبدأ اغطيها معايا واسيبها تختمر معايا براحته خالص هتاخد معايا تخمير حوالي ساعة هنحط كده رشة من الزيت اهي وامسح كده العجينة بس بتاعتي وتلي فيها بقى بالستريتش اتغطيها بكيس تلاجة عندك ما فيش مشكلة خالص المتاع عندك استخدميه انا عندي هنا مفرش سيرك ونغطيها به وفوتت مطبخ بالشكل ده العجينة معايا اخدت بالزبط ساعة وكانت اختمرت وزاي الفلة هوريكم شكلها بقى عامل ازاي ما شاء الله ده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عد عليها ساعة بالزبط ما شاء الله شايفين حجمها بقى الدقيه ما شاء الله والعجينة حلوة جدا جدا ونعمة اوي 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 وما شاء الله زي ما شايفين كده شايفين يا جماعة تشوفي العجينة تقولي ده انت عجنها بحليب عجنها بزبدة رغم ان هي ما شاء الله معجنة بالمية بس النتيجة ممتازة جدا دي المقادير الصح يا جماعة امشوا على المقادير دي هتعتمدوها دايما دلوقتي معايا صاج فرد حط فيه ورق زبدة وده هناك كده برشة من الزيت وهيبدأ اقرس العجين معايا زي ما انتوا شايفين كده بناخد قطعة العجين على جوة وابدأ اقورها وبططها بالشكل ده حجم الخبز يا جماعة معانا يرجع لكم عايزين حجمه كبير او صغير دي حاجة ترجع لكم انا النهاردة عملت الحجم الكبير تمام الحجم الكبير معايا عمل بالزبط معايا 15 قطعة لو عايز حجمه اصغر من كده براحة الخارس ممكن تخليهم 20 قطعة او اكتر دي حاجة ترجع لك كده تمام انا بعمل العجين معايا زي ما انتوا شايفين كده باخدوا معايا كده على جوة وببدأ ابططه بالشكل ده او ممكن تكوريه على الرخامة قدامك وبعد كده تبدأ اتبططيه لحد ما تزبطيه بالشكل ان شايفها ده انا كده بالنسبة لي المقاس ده مظبوط جد ما شاء الله الحجم ده حلو اوي الحجم ده يا جماعة انا وزنته 100 جرام لو عايزة كده الحجم الكبير ده انا وزنت قطعة كده معايا 100 جرام ومشيت عليها كل القطعة لو حابة توزيني يعني مش عايزة توزيني مفيش مشكلة خالص بالنظر كده يا جماعة ممكن تغضوها بالنظر مفيش مشكلة حجمها مسلا بيبقى ايه قد البرتقانة كده بالزبط كده خلاص تمام معايا انا هعمل كده بقيت القطعة كلها وهو وريكم الشكل ان هيبقى عامل ازاي كده خلاص العجيب معايا كله عملته بالشكل ده جا معايا زي ما قلت لكم 15 قطعة كده تمام معايا طبعا هسيبه يا جماعة يختمر معايا حوالي 10 دقايق وبعد كده نبدأ ندهنه مع بعض الفطير معايا بكمية من الحليب عليها رشة من السكر براح تخلص التغطية ترجعلك ممكن تعملي بصفار البيض مع الفانيليا او زي ما انا عامل كده الحليب مع السكر وممكن رشة تنسكافيلة ومتاحة عندك كده خلاص تمام معايا هدهنهم كلهم كده بنفس الشكل انت شايفها ده معايا بقى دلوقت يا جماعة عطاعة المخلل وهعمل بيها شكل كده للفطير بتاعتي تمام هتدي معانا شكل حلو جدا زي ما شفت كده الفطير في اول الفيديو بس ايه عاطيها شكل حلو جدا تشكيل بسيط كده قوي ماشاء الله وممكن تعمليها بسكينة يعني من الشرط خالص القطاعة دي خالص يعني ممكن تعمليها بسكينة كده تعمليها باي شكل طبعا انت بتحبيه مربعات او زي ما نعملها كده بزاوية براحتك كده خلاص تمام معايا هبدأ دلوقتي ايه ارش كده رشة كده من حبة البركة ورشة من السمسم ممكن تسيبيها سادة وممكن تحطي براحتك اهم حاجة بايا جماعة هي التسوية لازم التسوية جماعة بنسبة للفطير او البيتزة او اي معجنات لازم تدخل على درجة حرارة عالية جدا اندخلت على درجة حرارة بردة او مثلا شغلت الفرن وبدأت ادخل الفطير ولسه مسخنش معاك هتنشف معاك ومشه اطلع معاك بالطرورة لانت شفتها في اول الفيديو يبقى لازم نسخن الفرن بتاعنا قبلها مثلا بخمس داية على الاقل تمام انا من اول ما بدأت كده ادهن الفطير بتاعتي وحط السمسم محبة البركة شغلت الفرن بتاع درجة حرارة 180 او اعلى درجة عندك في الفرن هتدخل الفطير بتاعتك ما بتكملش عشر دقايق على ما تلاقيها لونت من تحت بتفتحي عليها الشوائي وبتطلع بالشكل انت شايفها ده ما شاء الله طلع طريقة جدا جدا واغدى لون حلو قوي والتسوية ممتازة عشر داية بالزبط وكان بالشكل انت شايفينه ده اول ما تطلع معايا من الفرن يا جماعة تغطيها كده بفوتة معاكي او ببخاخة مية تبدأي كده ايه تديها بخة خفيفة اوي وتغطيها خمس دقايق وتلاقي الفطير ما شاء الله بالشكل ده دي الكمية بتاعتي كلها الله اكبر زي ما انت شايفين كده الفطير معايا طريقة جدا جدا والتسوية ممتازة انا بغريك ياهو الفطير معايا قد ايه يا هشة وطريقة جدا والتسوية الله اكبر حلوة اوي اوي ما شاء الله افتحها برضو معاك موريكم شكلها من جوة عامل ازاي ما شاء الله يا جماعة حلوة جدا وعايز اقولكم طعمها والله يعني ممتاز تكلية حاف والله ما محتاجة اي حاجة معا دي بقى كده تعملها للبورجر تعملها لأي سندوشات انت عايزيها جبن تديها للأولاد في المدرسة ممتازة وطعمها حلوة اوي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفطير تسويتها حلوة جدا والنتيجة ممتازة هتعتمديها في كل وصفاتك يا ريت ان عجبكم فيديو النهاردة يا جماعة تحطولوا لايك وتشاركوا كده كل اصحابكم اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة ومع الف سلام